في إطار سعيها لتجديد تطبيق العقوبات على روسيا تستعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتعزيز الرقابة على البنوك التركية وفق ما أكدته صحيفة فينانشال تايمز البريطانية الصحيفة ذكرت في تقرير لها أن بروكسيل تجهز وفدا لإبلاغ مسؤولي نظام التركي بمخاوفها بشكل مباشر بينما ستركز واشنطن على البنوك التركية المنضوية في منظومة السداد المحلية الروسية MIR ووفق الصحيفة فإن دول التكتل الأوروبي وأمريكا تتخوف من تحول المنظومة المصرفية في تركيا إلى باحة خلفية لإجراء تعاملات مالية غير قانونية ووسيلة روسية لخرق العقوبات المفروضة عليها بسبب الهجوم على أوكرانيا والبنوك التركية المدرجة في منظومة السداد المحلية الروسية هي بنك زرعات وبنك خلق وبنك الوقف وبنك إيش وبنك دينيز وبحسب الصحيفة فإن البنكين الأخيرين أكد التزامهما بالعقوبات المفروضة على روسيا فيما لم توضح البنوك الأخرى موقفها من تلك العقوبات وتأتي الخطوة الأوروبية الأمريكية المشتركة لرغبتهما بتجديد العقوبات على روسيا عوضان عن فرض عقوبات جديدة لأن هذه العقوبات بشكلها الحالي لم تضر الاقتصاد الروسي بالشكل المأمول منها وانهالت العقوبات الغربية على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط فبراير الفائت فيما أعلن النظام التركي عدم التزامه بتطبيقها بحجة أنها غير صادرة عن الأمم المتحدة